القوائد الأربى لإمام الدعوة الشيخ محمد بن أبد الوحاب بن سليمان التميم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب الأرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا عينما كنت وأن يجعلك من من إذا أعطي شكرا وإذا ابت لي صبر وإذا أدنب استغفر فإن هؤلاء السلاسة وأن السعادة إحلم أرشدك الله والجن والإنس إلا ليعبدون فإذا أردت أن الله هلقك لإبادتي فأعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة فإذا أرل الشرك في الإبادة فسدت كالحدث إلا دهل في الطهارة كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك هبت أعمالهم وإن نارهم حالدون فإذا أردت أن الشرك إذا هالت الإبادة أفسدها وأهبط الأمل وصار صاحبه من الهالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يهلسك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة أربع قائدة ذكر الله تعالى في كتابه القائدة الأولى أن تعلم أن الغفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكرون أن الله هو الحالق الرازق المحي المميت المدبر لجميع القبور ولم ينهرهم ذلك في الإسلاق والدليل قوله تعالى ومن يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يحرج الهي من الميت ويحرج الميت من الهي ومن يدبر الأمر فسيكونون الله فكل أبلا تتكون القائدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشطاعة فجليل القربة بقوله تعالى والذين اتهدوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليهربونا إلى الله زلقا إن الله يهدم بينهم فيما هم فيه يحتلفون إن الله لا يهدي منه وكاذب وكفار ودليل الشباة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يدرهم ولا يوقعهم ويقولون أولئي شباؤنا من دون الله فكل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى أما يشركون والشفاة شفاة 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 منقية وشفاة مسبة وشفاة منقية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يهدي يوم لا بيء فيه ولا هلأ ولا شفاة والكافرون هم الظالمون والشفاة المسبة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاة والمشهور له من رضي الله قوله وعمله بعد الإثن كما قال تعالى من ذا الذي يشفه عنده إلا بإثنه العائدة السالسة أن النبي صلى الله عليه وسلم دهر على أناس متفركين في عباداتهم منهم من يعبد الشمس والقمر ومنهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأسجار والأهجار وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون متنة ويكون الدين كله لله فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنار والشمس والقمر لا تسجدون الشمس والا للقمر واسجدون الله اللذي حلقون نعيب وتمئيه تعالى فدليل الشملايكة قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة فهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك ما أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ودليل الأنبياء قوله تعالى قد قال الله يا إيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتهدوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يقول لي أن أقول ما ليس لي بحق ودليل الصالحين قوله تعالى قل دعوا الذين جأمتم من دوني فلا يملكون كشف الذر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبطغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويغافون عذابا إن عذاب ربك كان محدورا ودليل الأسجار والأحجار قوله تعالى أمر أيتم اللات والأزا ومناد السالسة الأهرى وحديث عبي واحد ليسي رضي الله عنه قال هرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هنيين ونحن نساء أهد بكفر وللمشركين سدرا يأبقون عندها وينوتون بها أسرهته يقال لها داد أنواك فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله إجعل لنا دات أنواك كما لم باتوا أبواد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إننا السلم كلكم والذي نصي بيده كما قالت بلو إسرائيل لموسى إجعل لنا إلها كما لهم آلها القائدة الرابعة أن مشركي زماننا أولد شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرهاء ويحلصون في الشدة ومشركوا زماننا شرك دائم في الرهاء والشدة والدليل قوله تعالى في الفلك داء الله محلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إداهم يشركون والله أعلم تمت بحمد الله